أعزائي مشاهدي قناة البغداديون العراق عليكم ورحمة الله وبركاته سيكون سؤالنا بجائزة لهذا الأسبوع الأموال التي نوديها للجامعة تسمى زكاة أو صدقة أما الأموال التي نوديها الكنيسة شي سموها تابعوني شكراً لكم شكراً تابعون أنا أعزائي مشاهدي قناة البغداديون والرحب بالأخ محمد أبو عبدالله محمد أبو عبدالله عندنا سؤال جائزة إذا عرفت الإجابة عن السؤال رح نطيق جائزة وجائزة عبارة عن محفظ قل يا الله الفلوس الذي نوديها للجامعة تسمى زكاة أو صدقة صحيح؟ نعم تمام؟ تمام الذي نوديها الكنيسة ما نسميها؟ هم يسموها المسيحيين إنها اسم أنت بصفتك هنا يعني صار لك كم سنة هنا؟ الكنيسة هواي صار لك كيف؟ أنت شايف؟ يهود بغدادي؟ لا يهود مشايف مسيحيين؟ 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 مسيحيون كيف؟ شايف يعني عندك أصدقاء؟ شايف هواي واصدقاء نهم يجون هنا لا أنا علمك كلمتين لا نحن ما نطلعين بصراحة ما نطلعين ما نطلعين هسا شنو؟ والله ما أدري ما تدري؟ ما تدري لا ما تعرف نطلبك جايزة حبيبي حبيبي شكرا شكرا رجعنا إياكم أعزائي المشاهدي قناة البغداديون نسمعنا أنا شان جاوب علينا وطبينا بمحل يعتبر من الأنتيكات ونرحب بكم أجمل ترحيب ونلتقي بالإستان نبين من حلو بغدادي حلو شونك شون صحتك؟ بس اسمك وعنوانك أنا حج جليل أبو عمار من الكر هذا بيك محلة الرحمنية الجعيفة والنعم وإحنا خدام له لنا وناسنا حياك الله حبيبي هذا بيك حياك يا مرحب برنامجنس والب جائزة جواب حلو إن شاء الله بيكم تحلى إن شاء الله جاوب إن شاء الله بإرادة الله إن شاء الله بإرادة الله الفلوس اللي نوديه للجامة تسمى زكاة أو صدقة صحيح؟ يعني هي المتعرفة الفلوس اللي نوديها للكنيسة شون نقول عليها من نوديها للكنيسة؟ هي كلها تعتبر زكاة حسب النية صحيح أنت من تنوي على شيء الله سبحانه وتعالى كل شيء لله سبحانه عز وجل هو ينم أنت بس أقدم وقول لله قول لبيوت الله أعرف إذا كانت كنيسة وإذا كان جامعة حسينية كذا وكذا هي كلها لله بس حسب نيتك قلبك عامر بالإيمان لا إله إلا الله وحسب الله ونعره وكذلك وتحياتنا لك أخوتنا وحظائلنا وراح نروح هناك ومع أزائي مشاهدي قناة البغداديون بهذا البرنامج اللي هسه لي هسه يعني داني أحرز الناس بس بالسؤال صباح الخير شو نصحتك إن شاء الله زين نحن سبق وإن سألناك قبل المدة ومعرفة والصدرية صحيح أنت ابن الصدرية أنت ابن الصدرية أوكي عندنا برنامج السؤال جاهز أي خالي تفضل جاهز تنسيلك جاهز جاهز الفلوس اللي نوديها للجامع أي أو للحسينيين نسميها زكاة أو صدقات صحيح صحيح لنوديها الكنيسة اللي فلوس شي سموها أو هدايا إلها اسم هم يسموها تخص الصدقات لا أكو إلها اسم تعرف أو ما تعرف هم ما تعرف خسر غال المرة تخسرها يلا عزيز المشاهدين أن الكنيسة هدايا غير هدايا؟ لا أنه إلن اسم هم يذكروه مو أنت معاصر المسيحيين واليهود والعراقيين جميعاً مساعدة مساعدة هو صحيح صحيح بس هي أكو كلمة ينطقها ما تعرف يعني كلمات هو عليها بس أعتبرها أنا مساعدة هي صح مساعدة مساعدة اي صح صح أو تبريكات أو أو زكاة أو لا بس هم عدهم كلمة ينطقوها يقولون مسورايا ما قدر بس أنا أعتبرها مساعدة إن شاء الله صحيح شكرا لك حبيبي شكرا يا مشاهدي قناة البغداديون رجعنا وياكم وراح ندخل الآن على أحد المؤرشفين للصور التاريخية في العراق هو الأخ العزيز أبو مصطفى سلام عليكم شون صحة إن شاء الله زين شكرا لك شكرا لك مرتاح إن شاء الله الحمد لله نحن برنامج سؤال بجائزة كونك التقديم ومعروف أوكي أوكي الفلوس اللي نوديها للكنيسة كليسة يسموها زكاة أو صدقة نعم اللي نوديها للجامع يسموها زكاة أو صدقة اللي نوديها للكنيسة شنو تسميها بالنسبة للكنيسة أو للدين المسيحي ماذا يسموه؟ مساعدات مساعدات لا هو أكو كلمة يعني يقولوها أمي هم؟ هم يقولوها تعرف هل أو لا؟ لا معرفة زين إحنا جئنا هسا يمك في هذا المحل الجميل فراقي أنت أول مؤرشف لو أكو مؤرشفين بالعراق نعم سبقون الكثير الآن موجودين والله الآن هم موجودين من وين؟ باسم الشمري نفس منطقة الميدان نفس منطقة الميدان باسم الشمري أغرب صورة عندك والله الصور كلها حلوة يا مقرور يعني أنا شفت هسا حلاق المخرجي يروحوا إياي حلاق ما الأطفال يعني هذا خاص بالأطفال شوفوا شون سوي له سيارة بحث يعني من يجد الطفل ويزين شوفوا حتى الطفل مبتسم لاحظ يمكن هذا السيما موجود حتى ما يستغرب الطفل حتى ما يستغرب يعني أنت هسا الشخصيات الموجودة عندك كل شخصيات العراق والأحداث المربية العراق فنانين ممثلين التكاريات السياسية نعم الأحداث الوقائع اللي جرت بالعراق وكثير الضياضيين السياسية تقصر لك في هذه الشغلة بمصطح حدود الأربعين سنة أربعين عام نعم ما شاء الله أقرب صورة قلنا أقرب صورة يعني والله يكلها يعني يعني تحس من يجوك ضيوف من الخارج والله هاي مثلا الرصافي هنا استقبله فيلسوف الهند الطاغور مجال العراق سمت الهند طاغور؟ نعم هاي حلوة هاي هاي هذا المكان اللي غنت بيه سيدنا مكلثوم فوقنا مباشرة فوقنا سنت الثلاثلين وثلاثلين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله غنت بيه مكلثوم أي أغنية غنت بيه مكلثوم أغنية غنت بيه مكلثوم هاي يا حبيب مصطفى هاي بغداد هاي بغداد هاي بغداد هاي سحة الفردوس هاي الحفظ القاضي هاي الحفظ القاضي هذا الفاشة نوري سعيد فاشة نوري سعيد جمال عبد الناصر لن أديه لكتحية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ماشي تبدأ الصور هاي البرا يشوف الأحداث اللي مر بيها العراق الماشي والتداعيات اللي أثرت علينا إلى يوم انه هاي ندعيشة من هاي سورة أيضون هاي صور فنانيين صور زائم الدكريم هاي زحمة حتى الأشقياء أحنا تاريخ العراق من هو من الأشقياء؟ شوف هذا خليل أبو الهوم هذا أحد خواد بغداد مين؟ هذا خليل أبو الهوم هذا متفون بجامع عمر سهر ورجع أعتقد مو هو أحد أشقياء بغداد هذا ما كان يجعل فقير هو كان يحمي المنطقة ويحمي رابعة شكراً لك يا بمصطفى تحياتنا إليك إن شاء الله نمر لك شكراً لك أعزائي المشاهد للقناة البغداري ورجعنا وياكم وبرنامجنا الأسبوعي سؤال جائزة راح نتقي بالمواطن أحمد ركان يا هلل يا جمال البغدار يا صباح العراق يا حبيبي عندنا سؤال جائزة برنامجنا جزء تم أحد متابعين نعم الفلوس اللي نوديها للجامع نعم تسمى زكار تسمى زكار اللي نوديها لكنيسة شو تسميها؟ والله أستاذ ما أعرف جاوب الله ماذا اسم صاحب؟ شكراً لك تصاعب؟ فوقيات أنا خرج زغط فلنسي جامعة بغدار ما شاء الله تشتغل صاعب؟ قصلك ما يشغلك؟ 14 سنة يعني تجييد اللغة الفرنساوية؟ ما شاء الله يعني لو صح لك برنامج أو شي تشتغل؟ ما بيش تقدر تعمل يعني؟ تحت بثقة؟ أعزائي المشاهدين نتمنى لهذا الشاب الحبيب أن يكون له دور فعال في السفارة الفرنسية أو السفارة العراقية الفرنسية شكراً لك حبيب تغرة إنها اسم؟ متعم شكراً لك وزعنا لكم أعزائي المشاهدين برنامج سؤال بجائزة ورح نلتقي بالأستاذ الحبيب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زين أهلاً وسهلاً بغدادي الله يخليك عدنا برنامجنا لسبوعي سؤال بجائزة وإنت بغدادي وشايف تعرف ممكن شو واحد يعرف طبعاً ولكن 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 الفلوس نوديه للجامع تسمى زكاة أو صدقات اللي نوديه من كنيسة شيئاً هم زكاة؟ لا إلها كلمة ربات يعني كذلك؟ لا إلها كلمة تعلمه لا لا ما رح عليك السؤال قبل؟ ما رح عليك السؤال غريبة سؤال غريبة طبعاً سؤال غريبة طبعاً سؤال غريبة ماذا عملك هنا أستاذ؟ هذا الرجل صاحب مقهى تراثي ثقافي نعم نعم كيف صار لك بهاي؟ حقيقة المقهى افتتح عام 2017 شهر السارس جديد يعني مقهى تراثي ثقافي يعني بطبعاً لدينا برامج كثيرة اللي هي صباحة المقام العراقي والفنون التشكيلية وإقامة مزادات العملة وطوابة ما شاء الله وحثل توقيع كتاب ما شاء الله وضافة إلى مزادات الانتيكات ما شاء الله ومهرجات السدارة البغدادي يعني تحاولون أن نتعيدون التراث البغدادي العراقي أكيد أكيد نحاول نحي تراث بغداد والتراث العراقي الذي اندثر نتيجة الحروم لذلك نحاول برنامجنا هذا نعيد كلمة كلمتين من هاي اللغة أو من هاي اللغة أو من هاي اللهجة أو من هاي اللهجة تحياتنا إليك أشكرك أشكر بغدادي إن شاء الله إن شاء الله جمعة مباركة ورجعنا إليكم أعزائي المشاهدين مع مجموعة من الأحباب والأصدقاء صباح الخير شونك ستار شو صحتك الله يخليتنا نسلمك شونك ستار شو صحتك شونك يا الحبيب شوكم الله يسلمك شكرا لكم راح نسألكم بكلكم سؤال ولي جاوم جاسته هنا بجيبني فتخاتم يخبر نسألكم 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 شونك شونك صورة صورة على العيادة بس بألمانية أكد مني الفلوس نوديها للجامع ونودي زكاة ونودي بعشنو هو زكاة المخصول زكاة زين من يوديون الكنيسة شي سمو منوديون فلوسة أو هدايا للكنيسة ها؟ نسألكم لا إلا اسم هو نفس الشي كلنا يقولوه تبركات أو قربان أو ها لا بس هما ينطقون من يوديون الكنيسة الفلوسة ينطقون كلمة تعرفها؟ نذر؟ لا شو تقولي؟ انت مطلوب لي هواية مطلوبين على طرف رساني والله على طرف ايه انت تعرف انت تعرف شو شيك الباقي بين ما تذكرها تذكر يلا ها شو تقول أبو أستاذ صلاح؟ قربان يعني قربان هما دعم أستاذ جمال قرابين يعني شنو هاني سألهم منين دا نجيبها؟ منين دا نجيب لا سألهم منين دا نجيب لا سألهم مسيلاك وتسبيه أخرى فلس يعني خمس سبع برامد محل يجاوب على السؤال شونا؟ شونا؟ لازم أخابر له بيال مسيحي يا الله شكرا خابر خابر وممنون منك رجعنا معكم أعزائي مشاهل لقناة البغداديون وبرنامجنا الإسبوعي سؤال بجائزة وراح نسأل الأخ شو اسمك حضرتك؟ على الرهيب على الرهيب يا ربي على الزوائي على الزوائي على الزوائي مصور سؤالنا يقول الفلوس اللي نوديها للجامع تسمى زكاة أو صدقة اللي نوديها الكنيسة شو يسموها؟ الكنيسة 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 التعرف له ومتعرف والله هي مو معرفة هي الكنيسة يقولوها من يودوها يقولوها؟ هاربة؟ هاربة؟ لا أعزائي المشاهدين المنتقي الغيف آخر صباح الخير صباح الخيرات نحن سبق المنتقي نبيك؟ ايه قبل حوالي سبوعين سبوعين تجاوبت على ذلك السؤال بس نص ونص نص ونص أول كان المفروض نقولك هو أنه المستنير يجمع كونها اه رتقولك المستحكم قلت للمستحكم لا قلت لك الحكيم الرجل الحكيم المهم خلينا بسؤالنا سمعت سؤالنا؟ سمعت سؤالنا؟ فلوس الودي للجامعة تعتبر زكاة أو صدقات لأن الودي للكنيسة ما تسمون؟ همزكاة همزكاة لا لا اسم لا تعرف شكرا لكم أعزائي المشاهدين سنعود ونصف بعض الشخصيات صباح الخير شو صحة؟ إن شاء الله زينت إن شاء الله مرتاح اسمك وحضرتك؟ علي علي شو خلكم علي شو نسالك؟ أعطيكم سعيد يا محل الاسم يا محل الاسم سؤالنا برنامجنا سؤال جائزة إيه تفضل برنامج السبوعي مقدمة لتوعية الناس الموجودين وتحريك الفكر شوية إن شاء الله إن شاء الله سؤالنا يقول الفلوس اللي نوديها للجامعة إيه سميها زكاة أو صدقات صحيح اللي نوديها للكنيسة شي سبون؟ مساعدات لا هم يقولون كلمة تعرف له؟ ما عادي معلوماتها هم مرة علي أعزاء المشاهدين هم مرة علي يقول ممر علي هذا السؤال خلنشوف إنه واحد ولو مسيحي ونشوف شون نلتقي بي هلو سلام عليكم حبيبي سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم شونك حبيبي شون صحة شون الله زيني صباحا خير صباحا خير رجعناكم أعزائي مشاهدي قناة البغداديون وبرنامج من الأسبوعي سؤال جائزة السؤال هذا حير كل اللي سيعناهم مجاوبة وعلي والحلقة السابقة أيضا مجاوبة وعلي والقبلة الحلقة مجاوبة وعلي والقبلة أيضا مجاوبة وعلي نحن لا نجيب كلام خارج الفكر أو التوعية بس نحن نريد نحاول أن نقرب موجهات النظر أو السؤال على ما يكون مفهوم لذا الجميع عندنا برنامجنا سؤال جائز شو اسم حضرتك؟ طارق 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 ونعم من الله يلعب سؤالنا يقول الفلوس اللي نوديه للجامعة يسموها زكاة وصدقات نعم لنوديه بكنيسة شنو تعرف لو ما تعرف كلمة وحدة لن اتعرف ما مر عليم الآخر أبد؟ خور السؤال؟ عم ونلتقي مع الفنانة الجميلة لمياء لمياءิاء الفنانة الجميلة صباحا خير اتشال Simran حولك؟ عم جاÉ وقال نلتقي مع هذه الفنانة صارغة成員 ثابت علي اجل اجل افتهمت سؤالنا عندنا برنامج أسبوعي سؤال جائز طبعاً الفلوس اللي يأخذوهن بالكنيسة يعني نديراً مموم بيها لا لا من يودوهن احنا ش نقول لهم الجامعة نقول لي هاي زكاة أو صداقات من فلان وفلان جمعنا هاي زكاة وصداقات هكذا المسيحين من يودوهن شو يقولون لهم؟ حل السؤال؟ معرف ما تعرفين؟ فتكلمة كلمتين مسيحية تعرفين؟ نعم ما تعرفين؟ طينا كوميدا اشتغل لك تجابني على المسيح ما شاء الله تحياتنا إلتش تحياتنا إلتش تحياتنا إلتش تحياتنا إلتش تحياتنا إلتش ونتقي بشخصية أخرى صباح الخير؟ صباح شون صحة؟ سيلك؟ سيلك؟ جازة؟ يا وين الفلوسك حتى جازة؟ حتى جازة؟ جازة؟ برنامج هذه السبوعي سؤال جائزة ايه الفلوس نوديها للجامعة تسمى زكاة أو صداقات نعم لنوديها للكنيسة شين سميها؟ خمس ماكو غيره تعال شمعك حب كبيرك تعال تعال يا ابن الحلال أحبش مكبيك سلام عليكم شون صحة؟ يقولوا أنت تعرف لغات وتعرف الملتقي لا لا بس أصدقائي مسيحيين يسمعي سؤالك قبل شويان سؤالي سؤالي يقول الفلوس نوديها للكنيسة تسمى زكاة أو صداقات بالإسلام تسمى زكاة أو صداقات بالمسيح بالمسيح تسمى بالعشور وهي فريضة من المستحدي والله وصل للإجابة الصحيحة ممنونين منك الله يخليك طبعا تسمى عشور شكرا شكرا بشارة يسمى لا هي بشارة وسهو المتعارف عليه عشور كدين عشور التروح شكرا بشارة يسمى انت هاي برنامج السابع فقط انت الرابح الوحيد شكرا وهي جائزك خاتم يعني على قدم هذا على قدم ميستر على قدم ميستر بس اسمك وعنوانك حاتم وال أنا حاتم كاسب حاتم شكرا شكرا لك أعزائي مشاهدي قناة البغداديون وأخيرا فازويان الأخ حاتم بالجائزة المقررة من قناة البغداديون تابعونا وإلى اللقاء شكرا